اليوم بالحدث من باريز يعني ومجموعة الأحاديث لأطلق الرئيس مياتي لأطلق الرئيس ماكرون حتى وزير الخارجي الفرنسي وصورا إلى حديث الرئيس نبيه بر الليلي لسكاي نيوز هل نحن فعلا بغض النظر عن الحجم المساعدة اللي طلع اليوم اللي تقريبا نوصل للمليار دولار نحن فينا نقول فتنة بخارط الطريق لإنهاء الحرب أو للتوصل إلى إطلاق نار ما فيه جواب حسم لا من البداية لكن كما هي المؤشرات بقدر أقول أنه الأمور ما زالت معقدة وصعبة اليوم بدي أقول مثل ما قال الرئيس مياتي والسابق والوليد جنبلاط أنه منشكر أكيد فرنسا وأنه حتى ما يبين لبنان متروك وخطوة رمزية وأكيد يعني مثل ما شايفين إنما إذا بدي أارن اليوم مؤتمر بريز بمؤتمر روما سنة 2006 يلي طرح فيه الرئيس بقار السانيورا النقاط السبع يلي أسست للقرار 1701 بعد الكلام وأخذ الضمانات أصلا قبل ما راحه من قائد الجيش أنا ذاك لعماد ميشيل اسلامان حول إمكانية انتشار الجيش بالجنوب ولمساعدة اليونيفيلي اللي ستعزز إذا بدي أارن بين المؤتمرين هداك كان فيه دسامة سياسية أساسية وهيدا فيه دسامة إنسانية وما بعرف قديش رح يجي منها لأنه اللي شفنا اليوم حوالة 800 مليون دولار وعود بمساعدات إنسانية لتضمية جراح واستمرار الحرب وإلى ما هنالك وفي 200 مليون دولار يقال إنه ستكون مخصصة للجيش اللبناني وقيل إنه الأمريكيين وعدوا ب300 مليون دولار ما منعرف كيف وليش فبالتالي يعني المؤتمر بالشكل منيح إنه ما يلازم يبقى لبنان متروك في فرنسا ما زالت تجاهد لاعتبارات تاريخية وحالية إذا بدك إنما الأمريكيين بغير وارد وإذا بدي أشوف اليوم غير وارد شو الأمريكيين واضح إنه ما زالوا عاطين الفرصة للإسرائيلي للتفاوت تحت النار يعني يبدو إنه الأمور ميدنيا لم تكتمل بعض يعني هذا اللي إجا عامله آموس هوكشتين جورج واضح بجدوى الأعمال حياة جزء ورقة أولا هو ما حمل ورقة رسمية إلا اللي أراه كبيان لكن بالأفكار والتداول بعض الكلام مع الورقة الإسرائيلية لسلمها المستشار أو الوزير المستشار القريب جدا أعتقد رود ديمرر ممكن للإسرائيليين كانت ورقة كتير آسية جرب آموس هوكشتين أنه يصطلع منها بلغة ديبلوماسية أفكار معينة وهن بيعرفوا الأمريكيين أنه في صعوبة لتعديل القرار 1701 من أجل مزيد من التشديد والتشدد فيه لإعتبارات العلاقة بالفيتو الصيني والروسي أيضا تمويل تعيدات داخلية وبالتالي ذهبوا إلى القول أنه بيصير فيه مثل ملحق تفسيري خليني يقول أو قلية عمل للتنفيذ هذا اللي صار لكن الرئيس بري عن جد يعني بيحول السلبيات إلى إيجيبيات لكن لما بدك تجي شوف الألغاء بتلاقي أنه ودائما بيسوه إلى الإيجيبيات بتحكي بتفتش مثلا اللي قاله مثلا الرئيس بري أنه أنا طرحت كذا وكذا وكذا وقلت أنه 1701 نحن ملتزمين فيه ولا 1701 بلاس ولا أي شيء غيره وهذا جو إيجابي وهوكستين أخذ معه الكلام هذا اللي قاله هو بس مش اللي قاله أرمس لكن الأهم من هيك هو بكفر رئيس بري اليوم حسب ما نخل عنه الزميل أونة رصيف وهلأ عشية كمان مع سكاي نيوز هو رزاته الرئيس بري بيقول راح وكانت النتيجة زيادة القصف والضغط على صوره وغير صوره بنفس الليلة علما أنه على صور يعني موجه على نبيه بري أنا ما بعرف أنا الإسرائيليين شو بيقصر رسال قراءة لكن صور مثله بالنسبة لأنني بيه بري صور مثله مثل النبطية مثل بنت جبال وأغلاء ويمكن هذا كلام إذا بدك استنتاجات إنما الإسرائيلي عم بيقول أنه أنا لسته ملتزما خلينا نكون دقيقين علما أنه حتى يمكن مثل ما كنت عم بحكي أنه الأمريكي متماهي مع الإسرائيلي بالتفاوض تحت النار عشية وصول هكستين يوم الأحد عشية كانت التصعيد العنيف ضد ما يسمى مراكز القرض الحسان وكانت تصعيد العنيف وهاي كانت نوع من الضغط على الرئيس بري أيضا الرئيس بري اتعرض لضغط آخر الناس مش منتبهين له معتبرينا أنه شغلي مزحة لما عضواء الكونغرس الأمريكي رايل حوض درع ليسا اللبنانيين بيرفعوا عبر وزارة الخارجية للرئيس بايدن بيرفعوا اختراح بفرض عقوبات على معرقلين رئيس اللبناني يعني عم بشكل رئيس بري ترجمة نانسي قنقر